احدى القضايا كمان مشاهدين احدى القضايا اللي عم نحكي عنها اليوم هو اضراب المعلمين اللي ابتدى اليوم طبعا احنا شايفين حملة غلاء الاسعار ارتفاع تكاليف المعاشية والمعلمين احدى الاشخاص المتضررين فعلا بسبب هاي الموجة او الازمة المالية اللي عم تمرق فيها البلد خاصة انه الرواتب المعلمين بشكل عام هي رواتب متدنية مش رواتب عالية والسلم الوظيفي كمان هو يعني مش بسهولة بيتم التنقل فيه او مش على كل المعلمين وزيادة الرواتب بيتم بطريقة يعني عشان نتعرف على هذا الموضوع اكتر ومعنا في الاستوديو طبعا بسعدنا وجودك استاذ الاستاذ محمد سوان امين اتحاد امين عام امين عام اتحاد المعلمين اهلا وسهلا فيك الله صبحك بالخير واهلا فيك اهلا صباح النور بداية انت تحكي لنا عن الاضراب اللي تم اليوم للمعلمين بداية ببارك للفلسطينية يعني بانطلاقها شكرا اكتر لك يعني بالنسبة للاضراب احنا يعني في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعني سياستنا مش سياسة انه الاضرابات لانه نحن ندرك مدى اهمية الاضراب ومدى اهمية التعليم لانه التعليم تعليم ابنائنا واطفالنا والتعليم اصلا يعني هو الذي رأس مالنا في هذا الوضع صحيح ولذلك في عنا ثمانمائة الف طالب وفي عنا خمسين الف معلم يعني هذا المجتمع الكبير يعني ينظروله في الجهات المسؤولة مش النظرة التي يجب ان تكون نعم هو قم للمعلم يعني مطلوب من المعلم بيجي المعلم اول واحد بيجي على يعني انا بكل الاحترام لكل الموظفين ولكل الناس بس بأكد انا على نقطة مهمة انا المعلم او لا يمكن ان يتأخر دقيقة لازم يكون بالزبط في الحصة ولما تنتهي الحصة بيخرج منها اذا هو نظام دقيق دقيق جدا مطلوب منه نظام دقيق مطلوب منه ان لا يتأخر مطلوب منه كل شيء ايضا المعلم لما يصير انتخابات شواء تشريعي او بلدية الان في البلدية ايضا يعتمدون عالميا على المعلم في كل الامور اذا المعلم هو عبارة عن انسان مركزي في هذا الوطن لذلك يجب ان يكون الاهتمام فيه مركزي ولذلك انا يعني بقول انه بالنسبة للاضرابات نتيجة الوضع اللي تم انه الراتب ما كانش يعني لم يصرف وبتعرف راتب المعلم يعني مشان احدد يعني بشكل دق رواتب المعلمين تتراوح حسب سنوات خدمتهم تتراوح ما بين 2000 الى 4000 ونادرا من هو اكثر من ال 4000 طب نحكي عن هاي النقطة اذا الرواتب هي من 2000 الى 4000 وبيعها ال 4000 هاي المصاري ما بتعيش عائلة يعني صعب جدا يعني يعني العائلة اقلش فيها اربع اولاد بفعل لما يضطر المعلم اللي هو معلم في مدرسة انه ياخد شغل بعد الظهر في بسطة ولا ياخد شغل بعد الظهر على تاكسي ولا ياخد ايه يعني هل هذا يعني عدل او هل هذا فعلا اكيد اكيد مش عدل واكيد مش بيكون يعني يضر في العملية التعليمية في فلسطين لذلك يعني احنا يعني نسعى كاتحاد معلمين ان نصل بالمعلم الى وضع افضل يعني ان نعيد للمعلم كرامته يعني المعلم له كرامة وله احترام لانه لازم يكون المعلم موجود بشكل محترم في هذا المجتمع لذلك الراتب شيء اساسي وراحة المعلم شيء اساسي يعني لانه بنهاية هذا الوقت اللي هو عم بيقضي بشغل تاني وبعمل آخر يعني عم بيقوم فيه عشان يعني يطعم ولاده ويمشي اموره الحياتية اليومية اكيد ممكن يعني يقضيه بتطوير ذاته اكيد ممكن يقضيه براحة يعني لمدة قصيرة ممكن بالتحضير لليوم التاني مع عائلته مع عائلته يعني احنا في نفس الوقت احنا يعني ندرك انه احنا ضمن احتلال صحيح احتلال موجود احتلال بيخلينا يعني بدل المعلم المعلم اللي بيكون يعني بيقطع المسافة باثنين شكل او ثلاثة شكل بيجبروا الاحتلال انه يلف هاي المسافة بجوز عشرة شكل وخمسة عشر شكل يعني يعني القضية بتكون قضية كبيرة ولذلك يعني المانحين ايضا في عندهم خلل لانه هذا الشعب الفلسطيني الشعب محتل وهو يعني الشعب الوحيد في العالم المحتل لازال ولذلك المانحين بيعرفوا ان المانحين شو مهمتهم ان يمنحوا السلطة يعني مكانية القيام بواجباتها نفويا للموجودين للناس الموجودة ولذلك المعلمين فئة من هذه الفئات للتناقض يعني فيه تناقض صحيح واليابان فيها اعلى راتب حتى اعلى من رواتب الوزراء هو للمعلمين يعني اهتماما فيهم لانهم فعلا يعني الاساس في كل المجتمعات وكمان عم نشوف حاليا انه فيه ضغوطات من الوزارة يمكن بي انه لازم يكون فيه تحضير خطة اسبوعية وخطة سنوية والخطة شهرية يعني المعنى انه بتاخد كمان من وقت المعلم بعد الدوام المدرسي اليومي اللي هو لازم يكون فيه في ساعات العمل اكيد يعني التحضير هو واجب للمعلم صحيح ان يحضر درسه مشان يعطي المعلم الطالب بشكل محترم بس المشكلة ان المعلم بيقوم بكل هاي الامور بمقابل يعني مقابل انه ما فيش الاهتمام الكبير في هذا الانسان الذي يبني دوله صحيح يعني بدون معلم صحيح وبدون تعليم والمعلم انا بعتبره الرقن الاساس لهالتعليم كله صحيح الطالب باساسي ولكن المعلم الذي هو يقود هاي العملية فعلا نعم ارساد محمد احنا حكينا عن اهمية او ادراك المعلمين واتحاد المعلمين لا قدش خطورة فيه اذا كان فيه اضراب على التعليم نعم هلا بحضراتكم ادراك اضربتو اليوم بس انتو مش يعني هاي مش سياسة انو تتبعوها خاصة بتعليم ايش هي الفعاليات او ايش هي الاسليب اللي رحت تتبعوها للضغط على الحكوم نعم ماشي الان احنا اعملنا يوم الخميس اللي فات بعد الحصة الثالثة ومبارح كان بعد الحصة الثالثة اليوم كامل نعم بس بدي اعكد على نقطة من الفضائية انو يوم الاربعة بكرة ويوم الخميس دوام كامل نعم ممكن في حد منزل بيانات هذه لا علاقة للاتحاد بها ويعني وهي بيانات مزورة ما لاش علاقة في الاتحاد لذلك انا بنبه المعلمين عليها انو الاتحاد فقط والامانة العامة فقط هي التي تعلن الاضراب نعم فقط يعني من وين المصدر يكون يعني هذا مصدر في فئات لا لا انا معك بس اصدني من وين المصدر الموثوق اللي لازم يخطو منه المعلمين من المصدر اللي هو الامانة العامة لالاتحاد العامة للمعلمين الفلسطينيين فقط يعني عن طريق شاشة الفلسطينية احنا بنقول لكل المشاهدين انو بكرة وبعده هو دوام عادي دوام رسمي وعادي وليوم الاربعة والخميس ولا يوجد اي اضراب نهائية الان الان المطالب المطالب يعني على رأسها احنا على رأسها انو الراتب ينصرف ويعني وانا بأكد كمان كما قلت عن الجهات المانحة وعن الدول الشقيقة اللي هي بتتفرج علينا احنا محاصرين من الاسرائيلية صحيح من في الاحتلال وهم بقدروا الشغلة مش بكثيرة ولا هي مبلغ كبير بقدروا يحلوها بشكل سريع وبصير الراتب واحنا سبق انو كانت الرواتب يعني انتظمة في فترات مش قليلة يعني صحيح لذلك احنا انا بطلبهم باسم المعلمين باسم هذا الشعب ان لا يحاصروا كما هو محاصر من الاحتلال شكرا كتير اليك استاذ محمد سوان امين الاتحاد الامين العام للاتحاد المعلمين شكرا كتير اليك والحضورك رح نظلم تابعين ومواكبين ايش عم بصير في اضراب المعلمين شكرا بعطيكم الف عافية شكرا لعمواكبين شكرا لعمواكبين شكرا